سأأخذكم إلى جهة أخرى مع ملاحظة أن التأريخ فيه ما فيه من هذه الوقائع التي أستطيع أن آتيكم بلقطات كثيرة منها لكن الوقت لا يكفي لذلك سأنقلكم إلى جهة أخرى إلى زمان قريب بالقياس إلى زمان النمرود وزمان فرعون بالنسبة لنا سأأخذكم إلى ألمانيا سأأخذكم إلى فيلسوف ألماني من وجهة نظري هو الأكثر تأثيرا في بنية العقل العلمي العالمي في زماننا هذا فريدريك نيتشة والذي توفي في سنة 1900 ميلادي في الشهر الثامن توفي في الشهر الثامن من سنة 1900 للميلاد هذا الفيلسوف الذي اختلف في تشخيص عقيدته هل هو من الملحدين أم هو من المؤمنين من المؤمنين بوجود إله هذا هو المراد من المؤمنين هنا هل هو يعتقد بوجود إله في هذا الوجود أو أنه لا يعتقد بوجود إله في هذا الوجود أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الأقوال إنما هي لقطات من تأريخ جولة الباطل من خلالها نستشرف ما أشرت إليه من أن برنامج جولة الباطل يكاد أن يستنفذ أغراضه يكاد أن يستفرغ وسعه وطاقته خلاصة فلسفته خلاصة فلسفة نيتشا ملاحظة قد تكون مفيدة قبل أن أشير إلى خلاصة فلسفته من وجهة نظري أيضا وحين أقول من وجهة نظري فالقضية ليست مزاجية وإنما هو تحقيق وتحقيق طويل لكن بحسب ما أعتقد العقل العلمي العالمي في زماننا هذا في هذه اللحظة أعتقد أن أصول جذوره تنمى إلى أربعة إلى سقرات من قدماء فلسفة الإغريق بحسب ما هو معروف توفي توفي قتلا لقد حكموا عليه أن يشرب السم سجنوه وحكموا عليه بهذا الحكم وأعدم بهذه الطريقة رفضا لآرائه ومعتقداته لا أريد أن أخوض في تأريخ هذا الفيلسوف سقرات توفي قتل بالسم سنة 399 قبل الميلاد من فلاسفة اليونان منهجه في التحقيق والبحث وإثارة الأسئلة من جميع الجهات وفي كل الطبقات والأهفاق في أي موضوع في أي قضية هذا هو الذي نجده الآن في طوايا العقل العلمي العالمي قلت هناك أربعة أولهم سقرات وثاني دارون صاحب نظرية التطور والذي توفي سنة 1882 ميلادي عبارتي كانت واضحة قلت من أن العقل العلمي العالمي جذور أصوله تنمى إلى هؤلاء الأربعة أهم ملمح في العقل العلمي العالمي فكر التطور وقد تركز هذا كثيرا بعد أن نشأ في الواقع العلمي المعاصر علم الجينو أنا لا أتحدث هنا عن صحة نظرية دارون أو عن عدم صحتها إنني أحدثكم عن العقل العلمي العالمي الذي يحكم الجوامع العلمية في زماننا هذا وتدرس الجامعات وفقا لضوابطه في كل أنحاء العالم أنا لا أتحدث عن شيء صحيح أو عن شيء ليس صحيحا ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا شاسعا عن نظرية دارون العلماء يقولون الآن لو أن دارون رجع إلى الحياة لتعجب من نظرية التطور التي يؤمن بها علماء العصر خصوصا بعد أن أسسوا علم الجينوم واكتشفوا ما اكتشفوا من أسرار الكائنات الحية إن كان الإنسان أو سائر الحيوانات الأخرى هكذا علمونا من أن دارون يقول إن أصل الإنسان قرد في الحقيقة هو لا يقول هذا الكلام هو يقوله بطريقة أخرى أنا لا أريد أن أدافع عن نظريته لكنني أريد أن أخبركم من أن الذي علمنا إياه رجال الدين لم يكن صحيحا عودوا وقرأوا كتاب دارون كتابه أصل الأنواع لا يقول هكذا إنه يقول الكلام بنحو آخر ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا كبيرا عن نظرية التطور التي جاء بها دارون مع ملاحظة أن دارون في نفس الكتاب يتحدث عن نظريته من أنها ليست كاملة إلى الحد الذي لا تثار عليها الإشكالات هو نفسه يثير إشكالات على نظريته ويرى نقصا في بحثه وكان يتأمل أن تتكامل نظريته في قادم أيام حياته حينما كان حيا أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب أتمنى أن أجد وقتا كي أفتح لكم أبواب الثقافة هذه لكنني لا أجد وقتا لذلك وأرى الأولوية للحديث عن ظلامة فكر محمد وأهل محمد في واقعنا الشيعي لذا فإنني أطوي كشحا عن هذه المطالب المهمة جدا نظرية التطور الحديثة نجد أتناول أتناول هذه المسألة على أي حال قلت هناك أربعة سقراط داروين والثالث نيتشا والرابع أينشتاين هؤلاء هؤلاء الأربعة إذا أردنا أن نحلل مبادئ العقل العلمي العالمي في زماننا فإن أصول هذه المبادئ تنمى إلى هؤلاء الأربعة أنا لا أنكر تأثير آخرين لكن من وجهة نظري أن العقل العلمي العالمي في زماننا ينمى إلى هؤلاء الأربعة نيتشا واحد منهم أعود إلى خلاصة فلسفته لن أدوخكم بالمصطلحات الفلسفية ولن أذهب بكم في شرح وبيان طويل وعريض ألخص لكم ما قاله نيتشا أولا توصل نيتشا إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات وهذا واضح في أهم كتبه أهم كتاب من كتبه ويعد في أجواء الثقافة الفلسفية الغربية يعد قمة في الإبداع الأدبي والفلسفي والفلسفي كتابه هكذا تكلم زرادشت بعض المعلومات تنسبق وتنزلق على لساني وأنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه التفاصيل وصل إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات لهذا وصفوه بالإلحاد لكنني أفهم من كتبه من أنه يتحدث عن الإله الذي وجده في كتب الديانة اليهودية والمسيحية الذي أعتقده وأفهمه من كلامه هو هذا لأن المنطق هذا يتحدث به أنشتاين أيضا فأنشتاين يتحدث عن نوعين من الآلهة عن آلهة كتب الديانات وهو يهودي فلا يؤمن بها ويتحدث عن إله العلم عن العقل العظيم الذي يدير هذا الكون وأنشأ هذا التصميم الهندسي الذكي الفائق بكل هذه الدقة المتناهية فهذا هو إله العلم كان يؤمن به وكان يكفر بالإله الذي جاء في كتب دينه في كتب دينه اليهودي من هنا كفره حاخامات اليهود ولكنهم أخفوا تكفيره بعد أن صار شخصية عالمية مرموقة في أجواء العلم والمعرفة من الطراز الأول فأخفوا فتاوى تكفيرهم كفروه حينما كان مغمورا في بداية نشأته العلمية العالمية على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ هؤلاء فنيتشا وصل إلى هذه النتيجة من أن الله الذي في كتب الديانات قد مات لماذا لأنه يراه إلها فاشلا ليس قادرا أن يدير حياة الإنسان على أحسن وجه ولذا نشأت عنده الفكرة الثانية فكرة الإنسان الإله فلابد أن يكون الإنسان إلها حتى يستطيع أن يدير شؤون الحياة على أحسن وجه فعالمنا بحاجة إلى الإنسان الإله ألا يذكركم هذا بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ألا يذكركم هذا بما جاء في دعاء شهر رجب عن إمام زماننا وهو يتحدث عن محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا أريد أن أدافع عن نيتش هذا الذي كما هو معروف عن تأريخه من أنه قد جن في آخر أيامه أصابه الجنون وقالوا من أن الجنون أصابه لشدة ذكائه ونبوغه لا أريد أن أخذ في هذه التفاصيل الجانبية فكرة السوبرمان هذه فكرة نيتشا من أن الكون بحاجة إلى سوبرمان هذا الرجل كان من عظماء علماء اللغة وكان أديبا من طراز عجيب وكان فيلسوفا موسوعيا وكان مؤرخا كان مؤرخا وممن تخصص في فلسفة التأريخ وكان موسيقيا بارعا كان يمتلك حزمة من المواهب والقدرات والقابليات الهائلة عقله تفتق ووصل إلى هذه النتيجة نحن بحاجة إلى إنسان إله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أنا لا أقول أن نيتشا يتحدث بهذا المنطق لكنه حين درس التأريخ وحين درس الله في كتب دينه فهو مسيحي والمسيحيون يدرسون كتب اليهود وكتبهم حين اطلع على الفلسفات المتنوعة وصل إلى هذه النتيجة من أن إله تلك الأديان قد مات إنه إله فاشل أتعلمون أن الإله في كتاب العهد القديم له زوجتان عاهرتان في الأرض ويتحدث معهما بأسلوب فحش من أنهما يشتهيان اللحم الطويلة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فإذا وجهت نظري إلى مثل هذه المطالب فإن الحلقة ستنتهي وما وصلت إلى مقصدي وأنا أحاول الإجازة والاختصار لكن في بعض الأحيان كما يقولون فإن الكلام يجر الكلام الإنسان الإله إنه الإنسان الكامل إنه الإنسان الأعظم إنه الإنسان الذي يمتلك ولاية تكوينية تخضع كل الأشياء لتلك الولاية بظواهر الأشياء وبواطنها بوجودها وعدمها بارتفاعها وانخفاضها بحياتها وموتها هذا هو السوبرمان هذه شخصية السوبرمان في الأفلام السينمائية أو في أفلام الكارتون أو في القصص المصورة للأطفال هذه الشخصية استقاها صناعها من فلسفة نيتشا من هذه الفكرة ولذا إذا شاهدتم وتابعتم هذه الأفلام السينمائية فإن سوبرمان يأتي من عالم خارج الأرض من عالم غيبي لم يكن قد نشأ وتولد من صلب إنسان على الأرض ولم يكن قد تولد من رحم إمرأة على الأرض جاء من عالم غيبي من عالم إلهي بحسب أساطير السينما أساطير الأفلام السينمائية وفي آخر هذه الأفلام ماذا يقولون يضعون هذا السؤال هل العالم بحاجة إلى سوبرمان فينتهي الفيلم بهذا الجواب نعم إن العالم بحاجة إلى سوبرمان هذه الفكرة كما قلت لكم في الأفلام السينمائية وفي أفلام الكارتون وفي القصص المصورة وفي الروايات التي كتبت ونسجت حول هذه الشخصية أخذت من فلسفة نيتشا فخلاصة فلسفة نيتشا من أن إله الأديان قد مات ولا بد لعالمنا من إنسان إله هذا الإنسان الإله هو الإنسان الفائق السوبرمان هتلر تأثر بهذه الفلسفة فنيتشا ألماني وحتلر ألماني أيضا وإن كانت أصوله أصوله التعريخية تعود إلى النمسا لا أريد أن أتحدث عن التعريخ فهتلر رمز ألماني معروف هتلر تأثر بفلسفة نيتشا وما اعتقده من تفوق العنصر الألماني تفوق العنصر الآري ما تبناه فكره النازي جذوره تعود إلى فلسفة نيتشا فهل كان وليداً شرعياً لفلسفة نيتشا أم كان وليداً ليس شرعياً لفلسفة نيتشا المدافعون عن فلسفة نيتشا يقولون من أن هتلر كان وليداً غير الشرعي من فلسفة نيتشا أنه تأثر بها لكنه حرفها وترجمها إلى ما فعله في ألمانيا وما فعله في العالم والذين يصبون جام غضبهم على فلسفة نيتشا يقولون أن هتلر وليد شرعي من هذه الفلسفة أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لكنني أقول من أن الفلسفة هنا قد استنفذت أغراضها وصلت إلى النهاية بغض النظر عن الإنسان الإلهي الذي يتحدث عنه نيتشا هل هو الإنسان الإله الذي تتحدث عنه الأديان أم هو كائن آخر أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل لكنني سأذهب إلى فاصل أخوض 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 أخوض